أشارت استطلاعات الرأي في الأيام الماضية إلى أن المنافسة الرئاسية بين دونالد شرامب وهيلاري كلينتون أصبحت أشد وأظهرت نتائج الاستطلاعات تقاربا بين المرشحين على مستوى الولايات المتحدة لا يتعلق الأمر بما يحدث مع هيلاري كلينتون بل بالحزب الجمهوري الاستطلاعات تظهر تقاربا لأن الكثير من الجمهوريين يعودوا إلى صفوف الحزب في حين لم يكونوا متأكدين من التصويت لترامب لكن يبدو أن الحزب أهم لهم من المرشح في منتصف أكتوبر اتسعت الهوى بين كلينتون وترامب ووصلت إلى سبع نقاب وحصلت هيلاري على 46% من أصوات الأمريكيين في من حدرت شعبية ترامب إلى 39% وقبل أيام من الانتخابات ضاقت هذه الهوى أو اختفت بحسب بعض الاستطلاعات وتعادل المرشحان عند 44% هذا التعادل يعني بالنسبة لحملة ترامب خبرا جيدا وتقدما باتجاه الفوز لكن الأهم هو شعبية المرشحين في كل ولاية على حدة وما زالت كلينتون متقدمة بعدد المندوبي الغالبية بنسبة 92% قررت لمن تصوت لكن هناك مجموعة مهمة ما زالت مترددة لذلك من المهم أن نتابع الاستطلاعات ويبقى 8% من الناخبين المترددين تحاول حملة ترامب استقطابهم إليها في اللحظة الأخيرة فيما تسعى حملة كلينتون لجذبهم إليها وإقناعهم بأنها الخيار الأفضل وربما يختار يوم الانتخابات البقاء بعيدا عن صناديق الاقتراع في الغانم العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر